بنو أميّا كانوا يطرحون مجموعة من الأفكار هذه الأفكار هي التي تمثل أساس عرشهم الأساس الذي يبنى عليه العرش مثل ماذا؟ مثل فكرة الجبر والإرجاع الجبر أن الله أجبرنا على أفعالنا والإرجاء الشامي أن هذه المعاصي والموبقات نرجوها إلى يوم القيامة بعد الله يحاسب الناس شنو قيمة الجبر والإرجاء في عالم السياسة؟ يقول أنا صرت ملك إيه؟ الله جعلني ملك عليكم تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملك ممن؟ تشاء فبما أن الله هو الذي أعطاني الملك هل لك الحق في نزع الملك مني؟ لا هل لك الحق في الاعتراض علي؟ لا أنت تعترض على من؟ على الله الذي أعطاني هذا الملك غرسوا مثل هذه الأفكار التي جعلت الناس فعلا يصدقون إنه لا إحنا لا بد أن نسمع ونطيع لبني أميّا لأن الله اصطفاهم وأختارهم وليس لنا أن ننكر عليهم شيئا يجي الإمام بالدعاء ويضمن الدعاء معارفة إسلامية أصيلة من شأنها هدم هذه الأفكار التي غرسها بني أميّا هو ضرب في الأفكار لكن عن طريق الدعاء ليش عن طريق الدعاء؟ أولا لأنها طريقة غير مباشرة وهذا الأسلوب معروف في عالم السياسة إذا ترجع إلى فلاسفة الأنوار في أوروبا كانوا يعارضون الملك والكنيسة عن طريق المسرح أنت نفس هذا كتاب كليلة ودملة أنت تشوف قصص حيوانات صحيح؟ لا هذا كتاب سياسي يتحدث عن الأسد والثعلب والحمار الأسد يقول لك هذا غمز للملك هو كتاب كصص حيوانات لكن ضمنا آراء سياسية نفس الشيء ما زرعه بنو أميّا الإمام السجاد نسفه في الأدعية لكن بطريقة لا يلتفت لها من؟ بنو أميّا الأمر الثاني أن الأدعية لها قابلية الانتشار بين عامة الناس مثل لو كتبت كتاب سياسي أو طلعت منشوع الناس تخاف قد الناس ما تتداول هذا الشيء لكن دعاء تسمع الإمام السجاد يدعو يدعون بدعائه بعدين يلتفت إلى أن هذا الدعاء ضمنا أموراً أو تضمن أموراً تخالف ما غرسه بنو أميّاً فتبدأ عملية إعادة تشكيل العقل وزرع الوعي لذلك ترى الصحيفة السجادية ليس مجرد كتاب دعاء لا موسوعة معارف كاملة لذلك شروحات الصحيفة السجادية في مجلدات البعض عشر مجلدات اثناشر مجلد اربعة عشر مجلد بمجلد دقائق المعارف الدينية موجودة في الصحيفة السجادية